هل للحج ساعي أم يكتفى بساعي العمرة وذلك في حج التمتع لا بل للعمرة ساعي وللحج ساعي خلي بالكم من نوى التمتع فليعلم أن عليه سعيين أن عليه سعيين وأن عليه طوافين من نوى حج التمتع فليعلم أن عليه سعيين وأن عليه طوافين الحج المتمتع يطوف طواف القدوم ويسعى بعد طواف القدوم ويقصر ويتحلل خلاص هذا هو عمل العمرة هذه هي منسك العمرة يبقى المتمتع الذي يقول لباك عمرة متمتعا باك إلى الحج مثلا أخ أو أختم سفر من مصر أو من الأردن أو من سوريا أو من أي مكان يوم أربعة مثلا ذي الحج أو يوم واحد ذي الحجة صعب أو يمكث من واحد ذي الحجة ليوم تماني يوم التروية بما لبس الإحرام يعني فيها مشقة ما بقولش لا يجوز لا يجوز لكن فيه مشقة عليه أو عليها طب تعمل إيه أو يعمل إيه يؤد العمرة يطوف ويسعى ويقصر ويطرك الحلقة للحج ويتحلل من ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية ويوم تماني من المكان اللي هو فيه من الفندق اللي هو فيه أو البيت اللي هو فيه ينوي الإحرام من جديد للحج ينوي الإحرام للحج وعليه يذهب إلى مينة يوم تمانية يصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهو فجر التاسع من ذي الحجة ويوم عرفة ثم يأتي عرفة ثم يذهب بعد غروب الشمس إلى مزدلفة ثم يبيت وينطلق بعد الفجر إلى مينة ثم يرمي الجمرة ثم يحلق ثم يذبح لأنه متمتع والهد يواجب عليه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى خلي بالك فيطوف وهذا الطواف طواف الركن طواف الإفاضة وهو طواف الحج إنما الطواف الأول طواف القدوم طواف العمرة والسعي الأول الذي بعد القدوم هو سعي العمرة إنما يجب عليه الآن في يوم العيد بقى يوم النحر بعد رمي الجمرة والحلق والذبح الهد يواجب على المتمتع والقارن يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى هذا سعي الحج وهو ركن أيضا عند الجمهور يعني هذا السعي أيضا ركن من أركان الحج عند جمهور أهل العلم يبقى يطوف طواف القدوم وأسعى سعي الحج بين الصفة المروة ويرجع بعد ذلك إلى مينة ليرمي الجمارات الثلاث في يومين أو في ثلاثة إن لم يتعجل وبذلك يقول قد أد المتمتع حجه كاملا وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول